عش سيدنا لوط مع قوم عصوا الله تعالى معصية ما سبقهم بها من أحد من العالم فلقد كان أفجر الناس وأكفرهم يقطعون الطريق ويكثرون من فعل السيئات ولا ينهى بعضهم بعضا عن المعاصي والآثام ويفعلون المنكرات في نواديهم وكانوا يقيمون مصارعات الديكة ويستمتعون بذلك فقلوبهم أقسى من الصخر وظل لوط عليه السلام ينكر عليهم انحرافهم الخلقي ويقول لهم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ألم يحلق الله لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؟ بلى فقال لوط فكيف تذرون ما خلقه لكم ربكم من أزواجكم؟ نحن نعمل ما نشته فقال لوط لكنه خبيث وقبيح نحن نراه غير ذلك وإذا أردت البقاء عندنا فعليك أن تفعل مثل ما نفعل ماذا نفعل مع لوط وما يدعونا إليه؟ هل لا نتركه؟ لقد اعتزلان أسكن أطراف القرية لقد أحسن صنعا بذلك أخرج إلينا يا لوط أخرج إلينا هيا هيا أخرج إلينا فلتأتي إلى نادينا وتنضم إلينا دعكم منه يا قوم وهيا بنا ننصرف هيا هيا ما هذا الجبن؟ هل أنت خائف؟ لن ننصرف قبل أن يخرج إلينا إن زوجته بالداخل ولا نريد أن تصاب بسوء فإنها من قومنا نعم فهي التي تأتين بأخباره إذن سننصرف سننصرف يا لوط ولكن إن كنت تريد البقاء في قريتنا إياك أن تضيف غريبا في بيتك أي ودعا لوط ربه قائلا رب نجني وأهلي مما يعملون فأرسل الله ملائكته ومروهم في طريقهم لقوم لوط على إبراهيم عليه السلام صنع لهم إبراهيم عليه السلام عجلا مشويا وهو لا يدري أنهم ملائكة من عند الله فلم يمس الطعام فخاف إبراهيم عليه السلام منهم ظنا منه أنهم يريدون به سوءا فقالوا له لا تخف لقد قدمنا إليك مبشرين بغلام حليم هو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فنحن رسل ربك وأخبره أيضا أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط إلا آل لوط فإن الله منجيهم إلا امرأته فهي على شاكلة قومها دعا لوط عليه السلام قومه لتوحيد الله تعالى وبين لهم عواقب ما يفعلونه وأنه لم يسبقهم أحد من العالمين فيما يقترفون من فاحشة وبأن عليهم وزر من سيأتي فعلتهم من بعدهم فقد وجدنا أباءنا كذلك يفعلون وماذا تريدنا أن نفعل أرسل الله بعضا من ملائكته إلى ديار قوم لوط على صورة شبان حسان وكانت ابنة لوط تسخي فرأتهم قفوا مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم أخاف عليكم من القوم الفاسقين انتظروا قليلا يا أبتي أرافت يانا على باب المدينة ما رأيت أحسن منهم وجوها أخاف أن يأخذهم القوم فلقد نهوك أن تضيف رجلا استقبل لوط هؤلاء الغرباء وسألهم عن مرادهم فذكروا أنهم عابروا سبيل وطلبوا إليه أن يصطديفهم فتحرج عليه السلام أن يرد الضيافة وكان يقطن على أطراف القرية وحاول أن يثنيهم عن الدخول إلى قرى سدوم وقال لهم إن هذه القرية قرية سوء وخبث وكانت هذه شهادة منه عليه السلام للملائكة على قومه إذ لم يكن الله يعذب قوما حتى يشهد رسولهم عليهم ولما كانت امرأة لوط خبيثة وكافرة فقد ذهبت إلى قومها وأخبرتهم أن لوطا استضاف شبانا حسانا لم ترى مثل حسنهم قط فأسرع إليه قومه مستبشرين فرحين قال لوط بسم الله الرحمن الرحيم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد حين قال نبي الله هذه الكلمات أخبره ضيوفه أنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله وقالوا له بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك وسقطت امرأة النبي لوط في الاختبار الرباني وآثرت طريق الضلال خرج إليهم لوط متعلقا بأمل أخير وبين لهم أن النساء أطهر من الرجال إلى الرجال فقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد صدق الله العظيم واشتدت الأزمة على نبي الله لوط الذي لم يؤمن من قومه إلا القليل وتخلت عنه الزوجة ثم حدثت المفاجأة الربانية وتبدى جبريل في صورته الملائكية ونشر جناحيه وضرب بها القوم فطمس أعينهم وأعمعهم وأمر الملائكة لوط أن يسري بأهله ليلا وتخلفت امرأته لأنها ليست من أهله فقد أعانت عليه المفسدين خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه من هذه القرية الضالة وكانت معهم امرأته فلما سمعت بالعذاب من خلفها التفتت فأتتها حجارة من السماء فأهلكتها ثم رفع جبريل عليه السلام تلك القرى عن الأرض بطرف جناحه فجعل عاليها سافلها وأمطر الله عليهم حجارة من الطين كان كل واحد منها مقدراً ومرسلاً باسم صاحبه الذي ستسقط عليه ولم يبقى أثر بعدها لأي من تلك القرى